اشتركوا في القناة المشرفين الإداريين يملك هؤلاء المستخدمون الميزات نفسها المتحة للمشرفين العاديين ولكن يمكنهم أيضا إدارة الكلمات المحظورة وتغيير أوضاع المحادثة في البث المباشر إذا أردنا أن نتعرف على التفاصيل نضغط على المزيد من المعلومات لاحظ هنا الإشراف على المحادثة المباشرة من خلال الإشراف على المحادثة المباشرة يمكنك التفاعل مع جمهورك وتنظيم تجربة البث المباشر بالطريقة التي تناسبك توفر لك منصة يوتيوب الأدوات اللازمة للحفاظ على أمانك وأمان المشاهدين قبل بدء المحادثة المباشرة استعد لجلسة المحادثة المباشرة من خلال إعداد أدوات الإشراف المذكورة أدنى ويمكنك أيضا استخدام بعض هذه الأدوات خلال البث المباشر أو بعده أول ميزة هي المحادثة المباشرة المخصصة للمشتركين فقط بمعنى إذا كنت مشترك في القناة تستطيع أن تشارك في المحادثة غير ذلك فلا يمكنك ذلك إذن إذا كنت مؤهلا لاستخدام هذه الميزة يمكنك إنشاء محادثة مباشرة متاحة للمشتركين فقط ويمكنك تحديد حد أدنى للمدة التي يجب أن يكون المشاهدون مشتركين خلالها في القناة قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من هذه الميزة ويمكنك تغيير هذه الإعدادات قبل بثك المباشر أو عرضك الأول خلاله طبعا هذه الميزة سبق أن شرحناها سأتركها لكم في حرف الآي يمكنكم مشاهدتها حينما نتوجه إلى استوديو اليوتيوب وبالتحديد إلى أي فيديو نقوم بعرضه كبث مباشر أو على الهواء مباشرة تنزل إلى الأسفل تجد ما يسمى أوضاع المشاركين أي المستخدمون الذين يمكنهم إرسال الرسائل فهنا يمكن أن تعطي الصلاحية لأي مستخدم وإذا أردت أن تجذب مشتركين أكثر هنا تقيد الطريقة فتضعها فقط للمشتركين فهنا المشاهد يضطر إلى أن يشترك حتى يشارك في المحادثة فهنا ماذا تفعل؟ أنت تحول المشاهد إلى مشترك هنا يمكنك أن تعطي فترة لمدة الاشتراك مثلا مدة أي مدة بدون تحديد هنا دقيقة واحدة خمس دقائق عشر دقائق عشرين دقيقة ويمكن أن تخصصها بالنسبة للتعليقات المباشرة هنا المستخدمون الموافق عليهم إذا ماذا؟ لاحظ عند اختيار وضع التعليقات المباشرة تكون المشاركة في المحادثة المباشرة مقتصرة على المستخدمين الذين توافق عليهم في قناتك فقط إذن هنا يمكن أن تؤخر مدة الرسائل يعني بدلا من أن تمر سريعا فيمكن أن تضعها أو تبطئ الرسائل مثلا ستين ثانية أو دقيقة أو ما شابه فيكون أو تكون طريقة المحادثة بطيئة بدلا من أن تكون سريعة أيضا ماذا يوجد؟ يوجد ما يسمى المحادثة المباشرة الحصرية للمشتركين الداعمين كيف؟ يمكن إجراء محادثات مباشرة حصرية للمشتركين الداعمين في قناتك فهنا يمكنك أن تخصصها ضمن المحادثة المباشرة من يدعمونك يمكن أيضا أن تضع أو تبين وضع التعليقات المباشرة حيث يمكنك إعداد المحادثة المباشرة بحيث تسمح فقط للمستخدمين الذين تمت الموافقة عليهم بالمشاركة فيها خلال جلسة بث مباشر بهذه الطريقة يمكن فقط للمستخدمين الذين تختارهم إرسال رسائل في المحادثة المباشرة بمعنى هنا تقيد الدردشة فبالتالي تختار فقط مشتركين معينين في قناتك هناك ميزة تعيين المشرفين ومن هو المشرف؟ المشرف هو شخص تثق به ليساعدك في إنشاء تجربة إيجابية وآمنة لمنتدى قناتك ويساعد المشرف في مراجعة وإدارة التعليقات التي يضيفها المستخدمون على فيديو معين أو الرسائل التي يرسلها المشاركون في المحادثة المباشرة لبث معين وهنا يحتفظ المشرف الذي تعينه بأذنات الإشراف إلى أن تلغي تعيين حتى لو بدأت جلسة أخرى للبث المباشر هنا ننصحك بشدة بالاستعانة بمستخدم واحد على الأقل يخصص وقته للإشراف على المحادثة في الأحداث التي تسجل نسبة عالية من الزيارات هنا يجب أن تحدد مشرفا واحدا كأكثر مشرفين أما إذا كان هناك تعداد للمشرفين على سبيل المثال أثناء البث المباشر أو العرض الأول هناك من يعطي المفتاح لأي مشترك كان فتجد الدردشة مليئة باللون الأزرق وبالمفتاح أمام كل مشترك وهذا أكبر خطأ يفعله منشئ المحتوى لأن هناك منهم ليسوا على ثقة يمكن أن يتلاعب بالإعدادات وبالتالي أنت من ستخسر في قناتك فالأفضل أن تختار مشرفا واحدا كحد أقصى مشرفين يمكن للمشرف أن يحذف الرسائل ويمكن أن يستبعد المشاركين مؤقتا ويمكن إخفاء مستخدمين في القناة وهذه المهام التي يؤديها هناك أيضا مراجعة الرسائل التي يحتمل أن تكون غير ملائمة كألفاظ وسب وشتم إلى غير ذلك فيستطيع أن يخفيها من الدردشة فهذه من المهام التي توجب على المشرف القيام بها هناك ميزة ما يسمى حظر الرسائل التي تتضمن كلمات معينة فيمكن أن تضيف كلمات محظورة كل من يبعث بها في الدردشة يتم ماذا فالترتها بمعنى إخفاؤها أيضا منع نشر رسائل المحادثة المباشرة التي يحتمل أن تكون غير ملائمة إلى أن تتم مراجعتها فلا يتم ظهورها إلا بعد فحصها واختيار الرسائل التي لابد أن تظهر في المحادثة فورا أو اختيار إخفاء وتبقى هذه الرسائل مخفية عن المشاهدين طبعا في حال عدم اتخاذ أي إجراء تبقى الرسائل مخفية عن المشاهدين لأنها ضمن الكلمات المحظورة هناك ميزة تبطيء الرسائل التي ذكرناها طبعا في إعدادات أي فيديو هنا تقوم بوضع تبطيء الرسائل تقوم بتعينها إذن يتيح لك وضع تبطيء الرسائل تحديد وطيرة إرسال الرسائل من خلال ضبط حدود للوقت الذي يفصل بين الرسائل المرسلة هناك ميزة تفعيل المحادثة المباشرة أو إيقافها وهنا يمكنك تفعيل المحادثة المباشرة أو إيقافها في أي وقت حتى بعد بضء الحدث ولا يمكنك إيقاف المحادثة المباشرة في العروض الأولى بمعنى أنها متاحة في المحادثة المباشرة وليس الفيديوهات التي تقوم بعرضها على أسس أنها عرض أول مثل البث المباشر هناك الإشراف على الرسائل والمشاهدين من خلاصة المحادثة المباشرة حيث كما قلنا حث الرسالة أو استبعاد مستخدم مؤقتا أو إخفاء المستخدم من خلاصة رسائل المحادثة أو قسم التعليقات على قناتك في حال كان يزعج المشتركين أو يقوم بسبهم وشتمهم أو إزعاجهم وحتى إزعاج منشئ المحتوى ويمكن إخفاء رسائل مشاهد في المحادثة المباشرة أو عرضها وهنا يكون من خلاصة المحادثة المباشرة حيث يتم البحث عن رسالة أرسلها المشاهد والذي تريد إخفاءه أي إخفاء المستخدم هناك إعادة تشغيل المحادثة المباشرة يمكنك بعد انتهاء البث المباشر أن تقوم بإعادة تشغيل المحادثة المباشرة حتى يطلع عليها كل من يشاهد الفيديو أيضا يمكن الإطلاع على سجل المحادثة المباشرة أو حذفه كيف ذلك؟ من خلال رد الأموال نتيجة حذف رسالة سوبر شات بعد انتهاء البث المباشر أو بالاستناد إلى حالات الإبلاغ التي نتلقاها من المستخدمين حيث يمكن أن يوقف يوتيوب ميزة المحادثة المباشرة في الفيديو إذا تبين أن محتوى البث أو المحادثة المباشرة يخالف إرشادات المنتدى لهذا يتوجب أن يوضع مشرفين على المحادثة أو يقوم منشئ المحتوى بمعاينة المحادثة بنفسه فيعين الرسائل التي تظهر ويخفي المستخدمين أو رسائلهم المنافية أو المخالفة لإرشادات المنتدى وهنا يمكنك الإطلاع على التعليقات بعد انتهاء البحث فلا تكون المحادثة متوفرة بعد انتهاء البث المباشر ولكن تظهر التعليقات تحت مشغل الفيديو بمعنى أثناء البث المباشر من يرسل تعليقا لا يظهر أثناء البث ولكن بعد انتهائه يمكن ظهره فكان هذا هو الموضوع الذي أردت أن أشارككم فيه حتى تعمى الفائدة أما الميزة الثانية حين تفعيل وضع المشتركين فقط من قبل مثلا القناة هذه الميزة سبقة وأن شرحناها سأتركها لكم في حرف الآي عودوا لها وتبينها ولا تنسوا مشاهدة هذا الفيديو الأغلبية يبحثون عن طريقة إضافة إضافات جوجل كروم أصبحت متاحة على الهاتف للأندرويد والآيفون فاستغلوا الميزة خاصة إضافة فيد آيكيو إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكنوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتكم فهم الفكرة